ذكر بيان للرئاسة أن الرئيس ميشيل عون داها لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان الاثنين للمقبل لتكليف رئيس وزراء جديد ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا للنظام المحاصصة اللبناني وسط سجان سياسي يعيشه لبنان وصخط الشعب على الفساد والفراغ السياسي والغلاء المعيشي الذي يزداد يوما بعد يوم منذ السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي تتواصل الاحتجاجات الواسعة رافضة تسمية سمير خطيب لرئاسة الحكومة الجديدة وارتفعت أسهم رجل الأعمال سمير خطيب بعد تصريح سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل عن ترشيح خطيب خليفا له بتأييد كل من حزب الله وحركة أمل كما وأعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون بدء المشاورات النيابية الرسمية اللازمة لاختيار الحكومة المقبلة يوم الاثنين المقبل واعتبر رؤساء حكومة سابقون في لبنان أن ما يجري في الكواليس من أجل تشكيل الحكومة يعتبر اعتداء غير مسبوق على موقع رئاسة الحكومة ومهزلة بحق الدستور واستمرارا للمشهد الاحتجاجي يشهد الشارع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط استخدامها الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والسلطة اللي صار فيها عدم سئة وعدم استجابة لحيال المطالب اللي عم بيطالب فيها المواطنين من تشكيل حكومة تكنوكرات مستقلة مش عم بتصير نحن متوجدين على الشارع لنقول انه هيد المطالب بعدما تحققت لها لليوم بتبينها واربعين على التوالي وعم نأكد انه بعض الحراك متواصل وما حينطفي ويعتصم العشرات من المحتجين امام مبنى لوزارة المالية في اعقاب تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن وبعدما لقي مواطن مصرعه منتحرا بعد طرده من عمله في العاصمة بيروت وهذه حالة الانتحار الثانية التي يشهدها لبنان بسبب الظروف الاقتصادية